السلام عليكم يعطيكم العافية شباب وصبايا الصف العاشر وكل عام وانتوا بألف خير بحلول شهر رمضان المبارك علينا ان شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة اليوم رح نحكي عن السيرة الحضارية لمحافظتين عندي في الأردن اللهم المفرق وجرش اول اشي نيجي نتعرف على محافظة المفرق على الخريطة هون بالخريطة ببين لي انه محافظة جرش محاس في محافظة المفرق بتقع بالجزء الشمالي الشرقي من المملكة طبعا بتبعد عن المملكة 72 كم للشمال من عمان وهي بوابة الأردن على العراق يعني احنا كيف بنقدر نروح على العراق بدنا نمر بالمفرق وبنروح من المفرق على سوريا شمالا طبعا وعلى السعودية جنوبا عدد سكانها كان بال2015 550 ألف نسمة مساحتها حوالي 26 551 كم مربع 29% بتشكل مساحتها من مساحة المملكة في تاني محافظات المملكة من حيث المساحة بعد معان يعني لو نيجي نقسم محافظات المملكة أو نحكي مين أكبر محافظة عندي معان بعدين تاني محافظة بالمساحة عندي المفرق نيجي يا شباب وبنات للتطور التاريخي لمحافظة المفرق طبعا الاستقرار البشري كان في محافظة المفرق من العصور الحجرية القديمة بعدين تعاقبت عليها الحضارات الهلنسية الرومانية والبيزنطية طبعا عشان موقعها الجغرافي كانت بتشكل نقطة ارتباط مع سائر أرجاء المنطقة زي ما حكينا انها بتربطنا مع العراق ومع السعودية ومع سوريا عشان هيك كان يطلق عليها الفدين وهي تصغير الفدن أي القصر المشيد طبعا في العصر الأموي تبعت الفدين لجند الأردن كانت منطقة مأهولة بالسكان سكانها أفراد البيت الأموي بعدين اتراجع دورها في العصر العباسي يعني كان لها دور مهم في العصر الأموي في العصر العباسي اتراجع دورها شو السبب؟ لأنه انتقل مركز الخلافة لبغداد طبعا نعبة الفدين اللي هي المفرق دور تاريخي في العهد الإسلامي ليش؟ لأنها كانت طريق رئيسي للحج الشامي يعني اللي كانوا بدهم ييجوا إلى الحج كانوا لازم يمروا بي المفرق طبعا في الدولة العثمانية صارت المدينة إحدى المحطات العامة عشان فيها سكة الحديد الحجازية طبعا في العهد العثماني تم تسميتها بالمفرق شو السبب لوقوعها على مفترق طرق ومنها جاء اسم المحافظة هلا بنا ننتقل لأهم المعالم الأثرية في المفرق طبعا عندي أول إشي قصر الفدين اللي هو قصر ضمن مدينة المفرق بقى على أعلى نقطة في المدينة تاريخه بعضل العصور الحجرية الحديثة بنيت قلعة المستطيلة الشكل في العصر الحديثي الحديدي الثاني آسفة وهي قلعة آرامية بتقى على طريق الملوك القديم اللي بيوصل بين دمشق والعقبة اللي هي أيلة اللي كان اسمها قديما طبعا في العصور اليونانية والنبطية والرومانية التسعى الموقع ورجعوا يستخدموا المفرق ليش؟ لأهميتها على الطريق ما بين جرش وبصر أم الجمال طبعا موجودة برضو بالمفرق أسست لتكون مدينة تجارية فشو الهدف من تأسيس مدينة أم الجمال اللي هي مدينة تجارية طبعا تاريخها برجع للعصر النبطي كانت أم الجمال محطة للقوافل النبطية اللي كانت تتجه نحو بصر الشام وكانت بتزود مدن أديكابوليس بالسلع التجارية والثرع الحيوانية طبعا بعدين خضعت طبعا بتذخر أم الجمال بالنقوش اللي بتعود للحضارات كافة بيوجد في الموقع العديد من الكنائس القديمة طبعا هي منطقة مأهولة اللي تكون منطقة جذب سياحي لازم نعرف أنه يقام في أم الجمال مهرجان للشعر النبطي إيش الهدف من هذا المهرجان؟ أول إشي بدنا نحيي التراثي الشعبي الأردني بدهم يشجع السياحة عن طريق تسليط الضوء على الأماكن الأثرية عشان يسير فيه عند تنمية للمجتمع المحلي فيه عند رحاب أو رحاب تقع إلى الغرب الجنوبي من محافظة المفرق على بعد 12 كيلومتر كان لهذا الموقع أهمية في فترات الحكم اللي هي النستي والروماني والنبطي فيه رحاب إحدى أقدم الكنائس في العالم اللي هي كنيسة القديس جورجيوس طبعا اكتشف ما يقارب فيها من 32 كنيسة انتشرت فيه فترات تاريخية متفاوتة طبعا من أهم برضو الأثار والمواقع الأثرية فيها أم السرب حيان الروايبض أم القطين قصر برقع حيان المشرف التي عثر فيها على كنائس قديمة بتعرض للقنان الثاني والثالث الميلاديين عندي شجرة البقعاوية طبعا هاي الشجرة من أهم المعالم الطبيعية في المفرق وهي شجرة معمرة ضخمة زي ما انتوا شايفين في الصورة يعتقد بأن هاي الشجرة هي نفس هاي الشجرة اللي استظل بها الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء قدومه لبصرة الشام هيك بنكون خلصنا أهم الأماكن أو المواقع الأثرية بالمفرق نيجي نحكي عن المفرق الحديثة طبعا انشأت المفرق الحديثة مع بدايات القان العشرين اتطورت بعد إيش؟ بعد ما تم فتح فيها طريق المفرق بغداد وتم إنشاء فيها معسكرات الجيش العربي وقوات البادية والمطار العسكري بالإضافة لخط النفط القادم من السعودية والخط القادم من كاركوك اللي هو من العراق وتم أيضا فتح فيها مقار شركة نفط العراق طبعا بعد هيك شهدت المحافظة المفرق نهضة تنموية شاملة تغيرت ملامح الحياة فيها صار فيها نهوض عمراني رقيب الخدمات الصحية والتعليمية وتأسست فيها جامعة آل البيت في عام 1993 طبعا في أهد الملك طيب الله ثراء الحسين بن طلال طبعا المفرق تاخده من أهم مراكز الإنتاج الزراعي في الأردن في الاعتماد على الزراعة المروية بتغطي الجزء الأكبر من احتاجات المملكة من الخضار الصيفية والفاكهة بالإضافة للمنتجات الحيوانية هيك بنكون أنهانا دارس المفرق ننتقل لجرش زي ما شايفين جرش محافظة صغيرة المساحة في المملكة تقع على الجهة الشمالية من المملكة طبعا محافظة جرش تقع في الجهة الشمالية الغربية من العاصمة عمان بتبعد عن عمان 48 كيلومتر بتشتهر بآثارها وغاباتها وأرضها الزراعية طبعا أطلق العرب عليها القدمة اسم جراشا أو جرشو شو يعني جرشو لهو مكان كثيف إلى أشجار أما الإغريق فسموها جراسا طبعا ضلت التسمية نفسها عنده رومان طبعا وكانت جرش إحدى أهم مدن الديكابولس العشرة اللي هي المدن العشرة اللي أسسها بومبي زي ما أخذنا بالفصل أول يا شباب بمادة التاريخ نجي للتطور التاريخي لمدينة جرش تبين لعلماء الأثار والباحثين أنه جرش كانت مأهولة بسكان منذ العصرين البرونزي والحديدي طبعا اللي بنى جرش اللي هو الإسكندر المقدوني في القرن الرابع قبل الميلاد اتعاقبت على مدينة جرش أمم وحضارات جعلها متنوعة الثقافة والعمران وتظهر فيها تلك الحضارات بالمدرجات والساحات والأعمدة والحجارة المزخرة نجي لأهم الأثار أو المعالم الأثرية في جرش عندي قوس النصر قوس النصر بنية لما زار الإمبراطور الروماني هدريان مدينة جرش طبعا أقام السكان هذا القوس كتذكار واحتفال بدخوله المدينة عندي البوابة الجنوبية بتتألف من ثلاث أقواس بتحيط فيها الأبراج وغرف الحراسة عندي ساحة الندوة اللي هي الساحة الرئيسية اللي الكل بيشوفهاها عندي هون في الصورة اللي هي ساحة مبلطة ذات شكل ما بتطفق ولا مع أي شكل هندسي يعني لا هي دائرة ولا هي بيضاوي ولا هي مربع ولا هي مستطيل ممكن نقول إنه بيضاوي بس هو مش بيضاوي وهذه الساحة محاطة بأعمدة بتعلوها التيجان من الطراز الأيوني بينما التيجان في الشارع الرئيسي جميعها من الطراز الكورناثي وفي منتصف هذه الساحة قاعدة ربما تكون قاعدة لتمثال ربما عندي المدرج الجنوبي طبعا أونشي في القرن الأول بتألف من 32 صف طبعا هذا المدرج اللي بيقوم بتعمل فيه الحكومة مهرجان جرش كل صف لأنه بالتسع من 4000 ل5000 متفرج عندي الشارع الرئيسي اللي هو بسميه شارع الأعمدة بامتد شارع الأعمدة من ساحة الندوة للبواب الشمالية طوله 600 متر طبعا هون شارع مبلط يمكن مشاهدة القنوات التي تصرف المياه فيه بتفرع من الشارع الرئيسي بعض الأبنية العامة والمهمة مثل سبير العذارة ومعبد أرتيمس نيجي آخر إشي لهيكل أرتمس اللي هو تعد أرتمس حسب الفكر الروماني القديم اللي هو الإله الراعي لمدينة جرش والهيكل بناء صغير بتوسطه مخطط عظيم واسع من الباحات والبوابات بعود بناء هذا الهيكل للقان الثاني الميلادي إضافة لمجموعة من الكنائس البيزنطية ومساجد أموية وأيوبية ومملكية وعدد من النقوش آخر إشي بدنا نيجي نحكي فيه اللي هو جرش حديثا طبعا اتأسس أول متحف آثار في جرش ب 1923 استغل لقبو ساحة معبد أرتمس لعرض المكتشفات الأثرية اللي وجدت في جرش في تلك الحقبة بالإضافة للوحات الفسايفسائية طبعا أول معرض أقيم في هذا المتحف تم تسميته بالأردن عبر العصور واحتوى على أفضل المكتشفات الأثرية في الأردن وخاصة في جرش طبعا في القرن عشرين وخاصة في الخمسينيات نمت جرش سكانيا وعمرانيا ليش؟ أول إشي كان فيه استقرار سياسي نعمت فيه كل الأردن في طل القيادة الهاشمية وتزايدت الأهمية السياحية إلها بسبب بعض الأثر الرومانية المهمة ولأنها تقع على أهم شريين المواصلات في الأردن اللي بتتمثل بطريق عمان إربد طبعا المدينة شهدت توسع وزحف عمراني في كل اتجاهاتها إلا الجهة الغربية ليش؟ لأن الأثر موجودة في الجهة الغربية طبعا وممنوع أي حد يجي يبني أو يسكن فيها آخر إجينا نحكي عن مهرجان جرش للثقافة والفنون اللي يقام على المسرح الجنوبي اللي هم مهرجان فن ثقافي يقام سنويا في مدينة جرش تأسس من الثلاثة وثمانين طبعا الجهة المسؤولة عنه اللي هي وزارة الثقافة باستخدم المهرجان المدينة الأثرية موقعا لفعالياته الفنية بامتاز المهرجان بالعروض التراثية والثقافية والفنية اللي بتمثل ثقافات العالم بوفونونه هيك بنكون أنهينا درسنا وختمنا المادة بإذن الله ويعطيكم ألف عافية